طيب دكتور أيضاً نريد رسالة للأطباء اللي ينوء دخول غزة وللموجودين أيضاً اللي يزوروا غزة كذلك. كيف تحب دخوله؟ نعم يعني هو أن الإنسان طبيب حقيقة هناك حاجة كبيرة. ودور الوفود دور الوفود في غزة الآن هذا الظرف دور أساسي ومحواري وحيوي ولا بد منه لابد منه يعني بمعنى آخر أن عدم وجود الوفود سوف ينهار قطاع الصحيح هذا التقييمي أنا وكثيرين أيضاً عندهم هذا التقييم فلا بد من وجود الوفود المستمرة المتدفقة لكن من يستطيع أن يذهب إلى قطاع غزة من يشجيعه على ذلك. هناك تخصصات الطلب عليها كثير. التخصص اليراحية بشكل عام. إظام، تجميل، عناية بالإصابات القديمة، ممرضين برفة العمليات، ممرضي الحروق، ممرضي التخدير، ممرضي الأشعة، يعني فني الأشعة، كل هذه التخصص مطلوبة. وأيضاً بقية التخصصات الأخرى، لا بس، لكن هذه هي التي عليها الطلب كثيراً، وكذلك أيضاً العلاج الطبيعي، العلاج النفسي، ولو كان حقيقة أهل غزة حقيقة لا أراهم محتاجين إلى تأهيل نفسي، لكن ربما الأطفال يحتاجون لها. صحيح، لكن في النهاية طبيعة بشرية. في النهاية طبيعة بشرية، وهؤلاء وأنا ننصحهم بالذهاب إلى الغزة، ويعني بدل الجهد الذي يروح إلى غزة لا بد أن يركز على عمله، ويستطيع أن يستفرغ الجهد بقدر ما يستطيع. يستغل كل ثانية. كل ثانية، بقدر ما يستطيع في خدمة أهلهم في مجال عمله في الطب، ولكن لا بأس أيضاً في أنه يتحدث مع الناس. نعم. يتحدث مع الناس ويرابط على قلوبهم، يعطيهم كلمات تشجيعية. الحقيقة أنا وجدت يعني حرصاً من الزملاء على هذا. حرصاً من الزملاء على أنهم يعطوا دائماً رسائل وكلمات إيجابية لكل من يجدونه في بعض غزة سواء بشكل عابر أو يعني جلسة مطولة. وأيضاً إذا يقدروا أنهم يأخذ معهم ما يستطيعون من المواد اللقاتية فهذا أيضاً حسن. جميل جداً.